بخمت ترتبط ارتباط رئيسي بالأعماق المتتالية بمعنى هي في قلب ولاية دونيسك جنوب لوهانيسك والتي تعتبر المعارك الرئيسية الهدف منها الاستلاء على باقي الأراضي التي لم يتم السيطرة عليها بواسطة قوات الروسية في ولاية دونيسك لكي يتم الاستلاء على كامل ولاية دونيسك بما في ذلك سيتم الاستلاء على كامل إقليم دونباس لابد من الاستلاء على عدة مدن غربا وهي سلوفيانيسك كراماتوريسك كوستانتنيفكا بالتتالي وهي تعتبر نسميها المدن ذات الأهمية التعبوية التي توصل غربا إلى الطريق العرضي الواصل من كييف وحتى أودسا وهو الهدف الاستراتيجي السياسي العسكري النهائي إذن بخمت هي مدينة ذات أهمية تكتكية لكنها لا يمكن الاستلاء عليها منفردا بدون استعادة الاستلاء على ليمان شمالا في محيط خاركيف وسومي لأن ليمان وبخمت من يستولى على المدنتين يتحكم في جميع طرق الاقتراب وطرق المواصلات للإمداد اللوجستي للقوات إذن فعند الاستلاء على بخمت كهيئة ذات أهمية تكتكية تصل إلى العمق التعبوي بالمدن التي ذكرتها شمالا وجنوبا ولكن لا بد من الاستلاء أيضا على ليمان أتوقع من هذا الإطار وهو ما يحدث حاليا جزء منه هي محاولة حتى تسقط بخمت لأنها لم تسقط حتى الآن